خلينا نروح لهنة أبو القاسم ولقاء مع اللاعب عمر زهران تفضلي هنا عمر الجندي ناسف لقاء مع عمر الجندي تفضلي هنا ودفاك الكرام وبكل مشاهدي القناة الأهلي في كل مكان يعني فوز مستحق بيحققوا الحقيقة رجال النادي الأهلي ومعي في هذه اللحظات كابتن عمر الجندي يعني في البداية طبعا برحب حضرتك على شاشة القناة النادي الأهلي ألف مبروك الفوز طبعا حقيقة تسيطرة كاملة منك وطول المباراة أول حاجة الله يبارك فيك شكرا قوي وسلامي لكابتن عيسم وكل الكابتن الكباري في استوديو طب الحمد لله بداية كنت كويسة كنا مركزين جدا نهار دا يعني عندنا غيابات بس كنا محتاجين نظهر بشكل كويس نحنا نبعت مسجدات لكل الفرق إن احنا جهزين ومهما كان حد ناقص احنا بنلعب كفريق وإن شاء الله يعني نفضل بنفس القوة دي حتى في غياب أحمد حمدي ومروان زرحان وإيهاب قدرنا نسهر بمزر كويس يعني مشوار بطولة دوري السوبر يمكن جمهوري النادي الأهلي مش بتقبل بقى الحاجة غير الفوز إيستعداداتكم لفترة قادمة بالزبط يعني الفترة جاية عندنا دلوقتي منشطة الراحة جاية دي اللي بنحدد من خلالها يعني عشان نخش بلاي اوف سمعنا الهوم كورت ادفانتج في الدور التمانية نحتاجين طبعا نخلص أول حسنا الفاتحة حصل بعد مكسما داري مرتبط حصلنا برضو غيابات في الراح جاي اتهزنا شوية النتائج فاخدنا الطريق صعب خلصنا رابع فلاقدرنا دور التمانية كان صعب وسمي فانية كان صعب بسنادي إن شاء الله برغم الغيابات ماشيين بطريقة جماعية مهما حد غياب ماشيين بنفس القوة إن شاء الله محتاجين نكسب الراح جاي ونخلص أول إن شاء الله حتى يبقى معنا هوم كورت ادفانتش في دور التمانية يبقى معندين النعب الرابع في سمي فانية إن شاء الله يعني أنتو حاملين سيزن قوي جداً حقيقة محققين علامة كاملة في كل البطولات اللي دخلتوها إيه أهدفكو لبقية الموسم طبعاً الحمد لله كسبنا بطولة عربية والمرتبط بس إحنا لسه هدفنا الكاس والدوري إن شاء الله عايزين نعمل موسم يعني قوي جداً إن احنا نقدرنا نحقق في كل البطولات مشانه ده لسه محتاجين نكسب الدوري وكاس ده هدفنا إن احنا ناخد السنة دي كل حاجة سكواد مشاء الله قوي ومعناها طبعاً استعداء كابتن كوتشو جوستي وجازي فاني كله فإحنا طموحنا إن شاء الله نكسب كل البطولات السنة دي مشكرة جداً يا كابتن مبروك مرة تاني شكراً لك يا بغي شكراً لك يا بغي شكراً لك يا أهلي ده كان لقائي مع نجم النادي الأهلي اللاعب عمر الجندي والآن العودة لكم مرة أخرى في الستوديو هنبو القاسم ولقاء مع عمر الجندي بشكرك شكراً جزيرة